موسيقى نشرة أخبار رابعة من الانتخابات اهلا بكم أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا التوجه إلى جولة عادة في الانتخابات الرئاسية بعد يوم الثامن والعشرين من آيار الحالي لعدم تحقيق أي من المرشحين نسبة خمسين فاصل واحد المطلوبة لتحقيق الفوز من الجولة الأولى رئيس الهيئة أحمد ينار قال عبر مؤتمر صحفي إن الرئيس رجب طيب أردوغان حاز تسعة وأربعين بالمئة فاصل واحد وخمسين من الأصوات فيما نال منافسه كمال كليتشار أغلو أربعة وأربعين بالمئة فاصل ثمانية وثمانين من الأصوات ومن المقرر أن يتنافس أردوغان وكليتشار أغلو في جولة الإعادة حتى يظفر الحاصل منهما على أعلى الأصوات بمنصب رئيس الجمهورية هذا وأظهرت النتائج الأولية فوز تحالف الجمهور الحاكم بأكثر من نصف مقاعد البرلمان التركي وصف وزير الداخلية الوضع الأمني في صلاح الدين بالمستقر مشيرا إلى أن الوزارة ستتولى المسئولية الأمنية لمراكز المحافظات المحررة فالنصف الثاني من العام الحالي نرى الوضع الأمني مستقر في المحافظة وهناك تعاون وتنسيق وعمل مستمر من قبل الأجزة الأمنية في سبيل أن هذا الوضع الأمني يكون أمن مستدام لأنه يحتاج إلى متطلبات أخرى ناقشناها مع السيد المحافظ منظومة كاميرات مراقبة حديثة يتم بها رصد وتطويق كل الساحات والتقاطعات وغيرها كذلك تحتاج إلى نظام مروري جيد وهذا الشيء راح يتحقق خلال مرحلة القادمة من خلال دعم المحافظة بالعجلات والأشخاص وكذلك التجهيزات خلال النصف الثاني من هذا العام راح نبدأ بمراكز المدن في المحافظات المحررة ومن ضمنها مدينة سامراء وباقي مراكز المدن في محافظة صراح الدين راح تكون بها الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وفي رد على سؤال لمراسل يوتي في حول سحب الفوج السادس لشرطة الطوارئ المحلية من سامراء قال الشمري أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية أمنية لتسلم قطاعات الداخلية الملفة الأمنية هذه الخطوة هي خطوة أولى لستراتيجية أمنية واضحة ناقشناها مع السيد المحافظة ومع الأخ مقام سامراء وكذلك كل الأطياف في هذا القضاء خطوة أولى لاستلام الملف الأمني في المدينة من قبل قطاعات وزارة الداخلية تقوية الشرطة المحلية وكذلك تهيت قوة لإسنات هذه المديرية مديرية شرطة سامراء هذا الفوج الذي سحب هو راح يكون الفوج الثاني شرطة اتحادية للواء صراح الدين من الشرطة الاتحادية وراح يكون في مكانه وراح يتغير في نفس الموقع لكنه راح يحضر بتدريب وتجهيز وإعادة تنظيم خلال فترة شهرين القادمة أفادت مصادر أمنية بإصابة منتسبين اثنين إلى الشرطة الاتحادية باشتباك مع فصيل مسلح في منطقة البعيثة جنوبية بغداد ووصفت المصادر حالة المنتسبين المصابين بالخطيرة جدا وقالت إن قوة أمنية طوقت المنطقة وأغلقت مداخلها ومخارجها لفض الاشتباك بعدما اندلع إثرى محاولة تجريف بعض الأراضي الزراعية في البعيثة وتحويلها إلى قطع سكنية هذا ولم تصدر خلية الإعلام الأمني أي بيان رسمي بشأن الاشتباك أكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة تحليل بنود الموازنة والفقرات التي تحدد الإنفاق والإيرادات المتوقعة للحكومة وذكر بيان لمجلس النواب أن اللجنة المالية تواصل مناقشاتها التفصيلية للموازنة الثلاثية حيث شرعت في قراءة المادة الأولى الخاصة بالإيرادات وبيع النفط بسعر سبعين دولارا للبرميل بالإضافة إلى المادة الثانية المتعلقة بالنفقات التشغيلية والاستثمارية والعجز ونسب المشاريع قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر إن الموازنة الثلاثية تستهدف دعم القطاع الخاص وتقديم خدمات حقيقية مضيفا إلى برنامج الحق يقال أن الزيادة المرصودة في ميزانية الوزارات تسعى لإعادة بناء المنظومة أو منظومة الدولة المتهالكة إذا تقارن بين موازنة 2021 و2023 عندك 812 ألف توظيف جديد أو تثبيت جديد هذه النقطة الأولى الموازنة الاستثمارية عندنا حوالي 47 ترليون ونحن في اللجنة المالية مصممين على أن لا نخفض منها دينار واحد لأننا على قناعة هما أنه الجانب الاستثماري هو الذي سيخلق الفرص وهو الذي سيدعم القطاع الخاص وهو الذي سيتحول إلى خدمات حقيقية تقدم للمواطنين هذه الموازنة فيها الطرق الخطوط الاستراتيجية فيها عندك البنية التحتية يعني تقريبا إذا نظرنا إلى موازنات الوزارات أغلب الموازنات هي أكثر مما كانت عليه في 2021 أو في 2022 بواحد على 12 زايدا الأمن الغذائي وهذه زيادة هي مرصودة لإعادة بناء الحكومة من جديد لأنه كل مستلزمات الحكومة وموجوداتها أصبحت متهالكة أطلق رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم للسنوات 2022 إلى 2031 وخلال افتتاح المؤتمر الخاص بإطلاق الاستراتيجية ذكر السوداني أنها خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية بما يتطابق مع المعايير الدولية مضيفا أن المنهاج الوزري تضمن رؤية طموحة تستهدف خلق منظومة تتوافر فيها عناصر الاكتمال والنجاح كما أعلن السوداني إطلاق مبادرة جديدة للابتعاث تتضمن إرسال خمسة آلاف مفتعاث استجابة لحاجات البلاد التنموية بالتزامن مع ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية سجلت صلاح الدين خمسة إصابات جديدة وتقول الجهة الصحية إنها منعت نقل المواشي بين المدن للحد من انتشار المرض خمس إصابات جديدة في صلاح الدين تعلن عودة الحمى النزفية إلى العراق الحالات أكدتها دوائر الصحة في المحافظة فالله عن اشتباه بإصابتين جديدتين يتم التأكد منها عبر إرسال الفحوص إلى المقتبرات المركزية في بغداد مع إجراءات عز المصابين تم توجيه قسم الصحة العامة وبالتعاون مع مستشفيات جنوب صلاح الدين المستشفى بلد اللي هي بالخصوص اللي تم تسجيل في قضاء بلد عدة حالات وفرنا لها كافة المستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الحالات المسجلة عدد من الحالات تم تماثلهم للشفاء وحتى الحالات الأخرى تم اختفاء العلامات المرافقة للمراض تقول أجهات الحكومية إنها منعت نقل المواشي من مدينة إلى أخرى إضافة إلى تطهير الحظائر وإقامة ورش تثقيفية للحد من انتشار المراض فيما تزداد الحالات بالظهور في ظل استمرار انتشار الذبح العشوائي وعدم توفير المجازر المجازة اتخذت الإجراءات العاجلة بهذا الصدد بمنع دخول أو خروج المواشي للمنطقة لمندة 14 يوما أيضا حمليات التوعية وحملات تعفير المناطق المصابة وتطيس المواشي هي مجانية أيضا في المناطق القريبة من محل الحادث إضافة إلى المناطق الأخرى من المحافظة وسجل العراق في عام 2022 ومنتصف العام الحالي قرابة 307 إصابة بالحمى النزفية منها 44 حالة وفاة من صلاح الدين محمد قادر يو تي فيه مشروع الحديقة البيئية في ذيقار من أفضل مئة مشروع للحفاظ على الحياة المائية بحسب منظمة يونسكو لكنه يواجه واحدا من تحديات التلوث في الأهوار لم تعد مياه المجاري في ذيقار تدخل مباشرة إلى الأهوار بعد إكمال المرحلة الأولى من مشروع الحديقة البيئية هذا الخزان الكبير هو أول محطة تتجمع فيها مياه الصرف الصحي قبل خروجها إلى الحديقة البيئية واستزراء عدد من نباتات الأهوار كفيل بتقليل نسبة السموم والتراكيز الكيميائية الخطرة والعناصر النزرة قبل أن يدخل مرحلة تقنية أخرى في الحديقة البيئية المحيطة بهذا الخزان على مساحة ثلاثة دوانم مياه الصرف الصحي تنطلق في حوض تزيد كمية المياه فيها على 700 متر مكعب وثم تنطلق عبر فلاتر من الحصى باتجاه منطقة مزروعة بنباتات نباتات الحشائش أو البردي أو عدس الماء أو الشمبينان التي لها قابلية كبيرة على امتصاص العناصر الثقيلة كل ما في المشروع هو انعكاس لما يجري في الطبيعة هذا فعل الطبيعة في الأهوار العراقية التي وجدناها منذ آلاف سنين ومع كثرة الخروقات البيئية التي تتعرض لها مناطق الأهوار والارتفاع كلف إنجاز محطات المعالجة ترى وزارة الموارد المائية في هذه التقنية المنخفضة الكلفة تجربة مهمة في الحد من الملوثات وطريقة أخرى للحفاظ على الأهوار كثروة طبيعية لربما القيمة المادية التي صرفت هي قليلة جدا لكن قيمة كبيرة جدا من ناحية البيئية لأن هذه طريقة حديثة للتخلص من مياه المجاري بشكل علمي ومبسط تغيير طريقة التخلص لأن الطريقة الهندسية الأعمال الهندسية لتنقية مياه المجاري مكلبة جدا بهذه الطريقة بواسطة النباتات الملائمة التي تعدل نوعية المياه وتنقلها من مرحلة إلى مرحلة بشكل أكثر مفيد ويسجل ملف تلوث الأهوار بمياه المجاري في ذيقار تحديا مهما في ظل وجود أكثر من عشر محطات ترمي مخلفاتها من دون معالجة في الأهوار مشروع الحديقة البيئية مسجل واحدا من أفضل مئة مشروع للحفاظ على الحياة المائية بحسب يونسكو لكنه ليس الوحيد لحل واحدة من مشاكل التلوث التي تواجهها الأهوار فزيادة التراكيز الملحية مشكلة أخرى تواجه الأهوار وبيئتها المائية من أهوار تشبايش بمحافظة ذيقار أحمد السعيدي يو تي في ازدهرت الأوضاع في سايلو السماوة مع وصول كميات الحنطة الوفيرة من المزارعين ما دفع إدارة السايلو إلى تعيين مهدسين جدد والتفكير في فتح مخازن أخرى مع توقعات بتحقيق الاكتفاء الكامل من الحنطة في المثنى على مساحة أكثر من 360 ألف دونوم يستمر حصاد الحنطة لهذا الموسم الوفير في المثنى أغلبه في بادية السماوة حيث تعتمد زراعتها على المياه الجوفية بعد عملية حصادها وشحنها يتوجه المزارعون إلى سايل السماوة لفحصها وتسويقها في مخازن وزارة التجارة يعني ثاني يوم نستلم مستحقاتنا يعني ما تتأخر من فضل الله صحيح بها ازدحامات شوية بس مع ذلك ما شحالها ما شح أفضل بس هو السائل الواحد ما يلحق مبالغ شبيرة هاي وحدة قاعدة تصرف والطعام اللي قاعد يستلمونه هم خير من الله ونشكر بالنسبة للمختبر هم مات يعني بصورة صحيحة ما شحاله وخير من الله التسهيلات المقدمة من الوزارة للمزارعين أسهمت في زيادة التسويق إذ بلغت في المثنى قرابة مائة ألف طن حتى الآن ما يتجاوز أنتاجية العام الماضي البالغة سبعين ألف طن إقبال المزارعين على تسويق محاصلهم دفع إدارة سائل السماوة إلى التعاقد مع ستة عشر مهندسا زراعيا جديدا لفحص المحاصل والعمل المتواصل لتسهيل التسويق استلم يوميا تقريبا 350 سيارة ما يعادل 6600 طن وإحنا اليوم عبرنا عتبة 100 ألف طن بالاستلام وهذه السابقة ما تحدث بالسنوات السابقة مما شجعت الفلاحين بالتسويق كافة محصولهم لأنه أكو استلام للمبالغ يأتي الفلاح بالبداية بنفس اليوم نطيسك أو يوميا أو ثلاثة أيام ونجحت المثنى هذا الموسم في زراعة الحنطة بما يعادل خمسة أضعاف الموسم الماضي ما يدعو إلى فتح مخازنة جديدة في الأقضية والنواحي لتسهيل عملية التسويق واستيعاب أكبر كمية من المحاصل وتوفير الأمن الغذائي المحلي للمواطنين أن توفرنا سائلوات غيرها سائلو خلونا مسر سائلو بمنطقة العميد وكان مدروس بدراسة ومطروح سائلو مع الرميثة يفتحوه مع الخضر يسوي من واحد لأن زراعة المثنى بالـ 2020 قالوا راح تصير عاصمة المثنى عاصمة العراق الزراعية وتتوقع إدارة سائلو السماوة تسويق قرابة 200 ألف طن من الحنطة هذا العام وهو ما يكفي لتأمين الطحين للمواطنين خلال العام المقبل في المحافظة من المثنى خليل بركات يو تي في التجاوزات في بابل تعد من الملفات المعقدة حتى صارت الحلة توصف بأنها أم التجاوزات ومؤخرا أزالت الحكومة المحلية مئات البسطيات من الطرق لفتحها أمام السيارات والمرة مع تهيئة أماكن بديلة للمتجاوزين هكذا كان هذا الشارع وهكذا أصبح بعد إزالة التجاوزات عنه خطوة هي الأكثر جرأة في ملف التجاوزات بفتح شارع السوق الكبير ومقترباته في مدينة الحلة حيث أغلق منذ عام 2003 لدواع أمنية مئات البسطيات المتجولة أزيلت من مكانها وتم فتح الشارع أمام السيارات والمرة وخلقت بيئة هذه بيئة غير صحية بيئة غير سليمة بالمطلق خرجت خارج السيطرة سواء على مستوى الخدمات البلدية أو على حتى الصعيد الأمني فكان لزاما أنه ترفح هذه تأهل هذه المنطقة بشكل لا أقوى بشكل حديث منطقة الصوب الصغير هي بالأساس متعارضة مع مشروع تطوير شط الحلة دفعتنا إلى إيقاف المشروع لفترة من الزمن وحاليا نستأنى في العمل المشروع بلدية الحلة من جانبها وفرت أماكن بديلة لمن تم رفع تجاوزاتهم من شارع السوق في ثلاثة مواقع أبرزها بناية الأسواق المركزية المغلقة منذ سنوات لتكون بدينا لهم لقربها من السوق مراعية الجانب الإنساني لأصحاب البسطيات نحن من بداية الحملة نحن نهي مواقع بديلة لأصحاب البسطات وأصحاب الأكشاك اللي تم رفع تجاوزاتهم منها ما تم تهيئته بالكامل مثل الساحة اللي بالسوق العصري كذلك ساحة في سوق الحطابات أيضا كان هناك مقترح سوق العصري هذا هو السوق الأرزي القديم على اعتبار أنه هو للبلدية ومساحته تفوق 600 متر أربع طوابق ويصف أهل الحلة مدينتهم بأنها أم التجاوزات إذ تحمل متجاوزين جهات متنفذة فيما تسعى الحكومة المحلية بدعم من رئاسة الوزراء إلى رفع كل التجاوزات على الشوارع والأملاك العامة من محافظة باب الحيدر تشلبي يو تي في ظاهرة انتشار الكلاب السائبة في أربيل أصبحت مصدر قلق للأهالي إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 20 ألف كلب في المدينة ما دفع السلطات إلى بناء محمية بمساحة 20 دونما لنقلها إليها هذا المقطع أثار الرأي العام في أربيل الكلاب السائبة في أزقة المدينة أصبح الظاهرة تهديل السكان وهذه الطفلة خير شاهد بعد أن نجت بإعجوبة في إحدى ضواحي المدينة انتشار الكلاب السائبة في أربيل أصبح مصدر قلق للأهالي والسلطات فالمشكلة لا يمكن حلها بسهولة إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 20 ألف كلب في المدينة ليأتي القرار ببناء محمية للكلاب بمساحة 20 دونما للسيطرة على هذه الظاهرة ولحل هذه المشكلة نحن كمحافظة أربيل بدأنا بإنشاء مأوى أو مركز لإيواء هذه الكلاب السائبة ومعالجتها بالطرق العلمية وللحد من تكاثرها ونحن الآن بدأنا ببناء هذا المركز بإشراف المهندسين في محافظة أربيل وسيتم الانتهاء في غضون أشهر قليلة ومن ضمن الخطة تعقيم الكلاب لمنع تكاثرها بإشراف كوادر بيطرية متخصصة إذ ارتفعت هجمات الكلاب السائبة على السكان مؤخرا وخصوصا للأطفال ما دفع المواطنين إلى مناشدة الجهات المعنية طلبا للحل فايا يعني بس منطقتنا تقريبا فوق 30 واحد عنده فروق هواية يرى هل فروق هم راح يكبر الكلاب تعدون على الأطفال والنشوان وحتى الرجال هم والله على الحكومة يعني دافع أرواح الناس وحماية الناس وتسجل وتسجل شهريا عشرات من هجمات الكلاب السائبة على المواطنين فيما يستغل الخلاص منها اتباع معايير عالمية محددة في حماية السكان من دون الإضرار بالحيوان مشرق المنصور أربيل يو تيفي نهاية نشرة الرابعة شكرا لطيف المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة